سوف نكمل ما بدأنا به عن وحدة الحرارة تكلمنا بالحصة السابقة عن أثر الحرارة في المواد الصلبة وقلنا أن المواد الصلبة تتمدد بالحرارة وتتقلص بالبرودة سوف نتحدث اليوم عن أثر الحرارة في المواد السائلة تتمدد السوائل بارتفاع درجة الحرارة وتتقلص من خفاضها من التطبيقات التي نستخدمها على تمدد السوائل ميزان الحرارة الذي يحتوي على سائل الزئبق أو الكحول فيتمدد عندما ترتفع درجة الحرارة ويتقلص بانخفاضها ظاهرة شذوذ الماء عند نقصان درجة حرارة الماء يبدأ بالتقلص وتزداد كثافته ويهبط الأسفل حتى تصبح درجة حرارته 4 سلسيوس عندها يتمدد الماء وتقل كثافته ويصعد إلى الأعلى بحيث يتحول السطح إلى جليد ويبقى الماء في الأسفل وهذا هو سبب عدم موت الكائنات البحرية عندما تتجمد المياه في الشتاء لماذا لا تموت الأسماك في المحيط المتجمد الشمالي بسبب ظاهرة شذوذ الماء حيث أن سطح المحيط يكون ثلجا بينما في الأسفل يكون ماء